رقم واحد المستحقات لم تصل الفيفا ما بعدش للاتحاد فلوس الاندية عن لعبتها اللي شاركت في كاس العالم وهي حزبة تقريبا قبل كاس العالم كانت تتحسبت انه كل لاعب في المنتخب المشارك في كاس العالم يستحق له حوالي 8500 دولار يوميا عن فترة وجوده مع المنتخب في كاس العالم وحدده فترة كاس العالم اسبوعين قبل البطولة وثاني يوم لخروج فرئته الايام ديت كلها اللعيبة اللي موجودة في المنتخب اللعيبة بتاعة الاهلي مع الفترة اللي قضوها في المنتخب المصر اللي اهل عمدوا مثلا لعيب زي العالم عليول كان موجود في المنتخب التونسي يستحق له للاتحاد الكرة حوالي 120000000 يورو ده المستحق للنادي الاهلي حسب الايام اللي تواجد فيها لاعبت النادي الاهلي الدوليين في فترة المونديال ما تيجي نحسبها بس يا أستاذ إبراهيم تم طلب دولار في اليوم تم طلب دولار بتقولي أنا بس مش عايز أطلع لا عشان ما نقولش أرقام أستأذنك دقيقتين المستحقة يا جماعة دي التسعيرة اللي الاتحاد الدولي قالها نطلع من ده أنه ما فيش فلوس جد تحت هذا الحساب الفلوس اللي اتدفعت التلتمية ألف دولار هذه من أحد اللي لما سيادة الوزير كان معني بالتفتيش عليها لدرجة أنه اللجنة بتاعته تسجل أنه الوزير السابق خالد عبد العزيز لما أقام في زيوره مع المنتخب في قرعة كاس العالم غرم للتحاد ألفين دولار لجنة التفتيش سجلت هذه مخالفة وقلنا كويس وتسجلت مخالفات بسيطة قد كده قلنا كويس كويس أو أنه يبقى فيه حرص على المال العام بكل هذه الحيثية وهذا التوجه لما النهاردة نفس المال العام بتاعته الكورة يسمح بدفع 300 ألف دولار منه بدعم وعناية ورعاية هنا أنا أول حاجة أنا بفرق بين الأندية مش بس برع الغلط أنا بساعد اتحاد الكورة على أنه أو أنا اللي دفعته صراحة أنه يتجاوز ويتفع بس أنا عندي معلومة أستاذ إبراهيم ربما تكون عندها جزء منه طب أنا مش أنا معرفش الاتحاد واصل له أنا ما اصولهش هنفترض بس لاحظة لاحظة هنفترض أنه وصوله والأحسن ليش؟ يا أستاذ إبراهيم عشان خطري عشان خطري عشان خطري أنا مش عايز أخش أنا عايزة للتحاد دلوقتي بيقول أنا جالي فلوس صح؟ ما جالش ما قالش ما جاتلوش هو أنت لو قاريت الخبر ساروة سولم بيقولك من المستحقات اللي هتيجي للأندية لما الفيف هيبعد خدلك يبقى الأهلي مش من حقه يبعط الجواب اللي كان حيبعته بقى إلا أنا وإنت عارفين إن الأهلي هيبعد جواب أستاذ إبراهيم يطلب حقه وده طبيعي من إيه؟ من فلوس اتحاد الكور يبقى لازم نفترض إن الاتحاد دفع من فلوس الحقوق الأندية صح ولا غلط؟ وإذا كانت ما جاتش إيه اللي حصل بقى؟ ها أنت معني بإنك تثبت حاجة إن الاتحاد بيطبخ حاجة وأنا معني إن أنا أثبت آه الاتحاد أنت عايز تقف مع النوادي ماشي بس أنا كمان كنادي أهلي أيوة كم من روايك الأهلي؟ كم من روايك الأهلي؟ على لعيب واحد بتدفع 300 ألف دولار أنا النادي الأهلي كان له ست لعيبة في الخامسة مع المنتخب وواحد مع تونس الست لعيبة دول إذا كان الواحد بتلتمائة ألف دولار الست دول يبقوا بكام؟ مهم و300 ألف دولار تحت الحساب يعني مفروض يعني ممكن يطلع له آه لأن مش معقولة هيبقى من لهم 200 ألف أنت بتدفع له 300 ألف لا مش من حق أك ما تقوليش من حق لأن فيه أندية تدفع مليل لنادي أدفع للكل لأن المشاكل متشعبة ساز برايه متعددة مهم أنت بتدفع لها عشان ما تخصمش ست نقط ومحدش هينبسط إن فيه نادي تخصم منه ست نقط لأنه ده مش عاد أصلاً قانون ده لما تخصم من الإسماعيلي لم يكن عادلاً إن يتخصم من الإسماعيلي ست نقط لأنه فيه أزمة مالية لكن خلاص إذا كانت لاحة وتطبقت على نادي من النوادي المصرية والاتحاد لم يساهم مع نادي الإسماعيلي فيها أنت النهاردة النقطة الأخطر من دي إن العقوبة بتشمل الحرمان من القيد فترتين متتليتين هنا تيجي حق الأندية الأخرى اللي حتنافس الأندية المتقعصة عن سداد المستحقات طبع أي نادي ما يسددش الغرامة اللي عليه واستنى لما المزارة ولا الاتحاد يتفع حاله وكده كده هو مش هيتعاقب لا حيتخصم منه نقاط ولا حيتحرم من من عدم القيد أنا دي المنظور اللي بيعنيني فأنا مش مختلف معك على حاجة أنا بدي احتمالات إذا أنت قلتلي وهو على فكرة كلامك بيعززه إيه إنه هو قال قبل كده لما بيقول لك إذا مالك بعطله قال له أنت مالكش عندنا إسا حاجة إحنا ما جلناش حاجة ده هو اللي قال تعزيزاً لكلامك لكن النهاردة يبدو أن الموقف متغير أنت بقى بتقول كلام تاني النهاردة بنقول للدكتور أشرف صبح الآن التحاد الكرة يرتكب مخالفة مالية صريحة مش الألفين دولار بتوع خالد عبد العزيز اللي ثبت أنه ما كانش نزل بيهم بس بموجة بالمصطرة الشفافة اللي حضرتك مستخدمها لازم أن تقول لنا ما مصير هذه المخالفة المالية الصريحة اتحاد الكرة بيدفع من مال عام تلتمائة ألف دولار لتغطية خطأ نادي في الوقت اللي العميد سوى سويلاً بيقول لك الاتحاد معنا بمشارة اشتركوا في القناة